دعونا نعود قليلا الى الوراء الى اخر خطاب لحسن نصر الله والذي اطلق فيه تحديا لرئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو باعادة المستوطلين الى شمال اسرائيل راحل نصر الله وبقي التحدي قائما وما زال المستوطنون الاسرائيليون غير قادرين على العودة الى مستوطناتهم التي نزحوا منها منذ اكثر من سنة وامتدت تحدي ليشمل استهدف كثير من المواقع العسكرية الاستراتيجية في اقصى اسرائيل بدأت الحرب البرية الاسرائيلية على الجنوب اللبناني وعلى عناصر الحزب ومقراته ومستودعات اسلحته وقطع خطوط امداده وملاحقة قيادته في لبنان وسوريا وبالفعل حققت اسرائيل اصابات ضخمة اظهرت المشهد في ايامه الاولى وكأن الحزب اللبناني في لحظاته الاخيرة يودع المشهد وسيخرج من اللعبة كلها وكأنه لم يكن موجودا من قبل ولكن الايام والاسابيع الاخيرة اظهرت مشهدا مختلفا جدا وكشفت قدرات للحزب غير متوقعة واستطاع اعادة ترتيب صفوفه بصورة تبدو متماسكة اظهرتها العمليات التي وجهها لاسرائيل حتى جعلها تندم على الاطاحة بقيادة الصف الاول للحزب وتسليمه لقيادات جديدة مجهولة الهوية من جهة وتبدو اكثر خزما وجرأة على توجيه ضربات على كامل الخريطة الاسرائيلية من جهة اخرى فما الذي حصل في الايام الاخيرة وكيف استطاع الحزب العودة من جديد وما هي القدرات التي ما زال يمتلكها وكيف تحايلت ايران على طرق الامداد العسكري للحزب وماذا تريد اسرائيل من التدمير الهائل للقرى في الجنوب اللبناني. في هذه المرئية من قناة محاور تجدون الجواب والصورة الكاملة للمشهد. فلا تنسوا الاشتراك فيها والضغط على زر الاعجاب. في يوم واحد استطاع حزب الله توجيه ضربات وصلت الى ست عشرة ضربة استهدفت قواعد ومواقع عسكرية برية وبحرية الى جانب عدد من مستوطنات الشمال مستخدما اسلحة نوعية لم يستخدمها من قبل. من هذه العمليات توجيه ضربة بصالية صواريخ النوعية من نوع فاتح واحد لقاعدة تسيرفين بالقرب من مطار بونجوريون جنوبة الابيب. هذه القاعدة تحتوي على كليات تدريب عسكرية. وبهذه العملية يكون صاروخ فاتح واحد قد دخل الخدمة للمرة الاولى. وهو صاروخ ارض ارض يبلغ مده ثلاثمائة كيلو متر ويحمل رأسا حربية بوزن خمسمائة كيلو جرام. وفي هجوم اخر استهدف الحزب للمرة الاولى قاعدة بيلو في تل ابيب بسرب من المسيرات الانقضاضية اصابت اهدفها بدقة بحسب الحزب. وهذه القاعدة تتبع للواء المظليين الاحتياط التابع للثرقة ثمانية وتسعين بالجيش الاسرائيلي. وفي شمال اسرائيل اعلن الحزب انه هاجم للمرة الاولى كذلك قاعدة حيفا البحرية في خليج حيفا بسرب من المسيرات الانقضاضية اصابت اهدفها بدقة. وهذه القاعدة تتبع لسلاح البحرية في الجيش الاسرائيلي. وتضم اسطولا من الزوارق الصاروخية والغواصات. وشن عملية مركبة بالمسيرات والصواريخ على قاعدة ستالا ماريس البحرية شمال غرب حيفا. وهي قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي. بالاضافة الى استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية. وقاعدة راوية للمدرعات في الجولان السوري المحتل. وثكنة يوآف ومعسكر كلاع. بالاضافة الى استهداف مستوطنة كريات شمونة ويرعون وميرغليوت. هذه القدرات التي لم يسبق للحزب ان اظهر مثلها ترافقت مع تصريحات مختلفة من الامين العام للحزب نعيم قاسم وقائد الحرس الثوري الايراني حسين سلامي ومرشد الثورة الايرانية علي خامنائي. تؤكد ان الحزب قد اكمل اعادة ترتيب صفوفه وهو الان مستعد لخوض معركة طويلة مع اسرائيل وسوف يخرج منها منتصرا. من الواضح ان طهران عملت بالدرجات الاولى على اعادة هيكلة القيادة في الحزب والتي نتج عنها تعين نعيم قاسم امينا عما جديدا بعد ارسال قائد فيلق القدس اسماعيل قاني الى بيروت على رأس وفد عسكري ايراني كبير مؤلف من قيادات ايرانية ميدانية بمهمة تهدف الى ترميم قدرات حزب الله والحد من تكرار ما حصل في تفجيرات البيجر وما بعدها. ويبدو ان ايران اتم ذلك في الوقت الذي كانت فيه اسرائيل منشغل بتدمير القرى اللبنانية. حيث مسح الجيش الاسرائيلي سبعا وثلاثين بلدة في جنوب لبنان تماما. كما دمر اكثر من اربعين الف وحدة سكنية. هذه القرى ومنازلها ممتدة على العنق ثلاثة كيلو مترات من الحدود الجنوبية من بلدة النقورة حتى مشارف الخيام. دمرها الجيش الاسرائيلي بعمل منهجي بعد نزوح سكانها منها. وقد نشر الجيش الاسرائيلي عددا من المقاطع التي تظهر كيف كان عناصره يزرعون المتفجرات ويوزعونها على مساحات واسعة ثم يقومون بتفجيرها دفعة واحدة. كانت بعض هذه العمليات تظهر تدمير قرية باكملها. وهذه العمليات يقول عدد من المراقبين انها تكشف خطة اسرائيل للسعي الى انشاء منطقة عازلة قالية من السكان. ربما تمتد الى عمق بين خمسة الى عشرة كيلو مترات لتأمين حدودها مع لبنان. يتم ذلك كله تحت ذريعة البحث عن الانفاق وتدميرها. بالاضافة الى ملاحقة منصات الصواريخ المتحركة بعد تدمير المنصات الثابتة. ومصادرة الاسلحة التابعة للحزب. وبحسب عدد من المراقبين. فان الامر لن يتوقف الا عند نهر الليطاني. فاسرائيل تريد السيطرة على كل هذه المنطقة. ولكن ذلك سيحتاج منها ادخال عدد من الالوية للمشاركة في اتمام هذا الهدف. بالاضافة الى وقت طويل لا يمكن تحديده او تخمينه. نظرا لوعورة المنطقة ولعدم معرفة ما الذي اعده فيها حزب الله بعد حرب الفين وستة وقرار مجلس الامن الف وسبعمائة وواحد الذي كان من بنوده عدم وجود اي قوات مسلحة غير اليونيفل وقوات الجيش اللبناني شمال الليطاني. ولكن الحزب لم يلتزم بذلك عمريا بل زاد من وجوده وانتشاره في تلك المنطقة فوق الارض وتحتها. فقد ملأها بالانفاق التي صارت تعرف بالمدن السرية تحت الارض. مع عودة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الى البيت الابيض. يبدو المشهد مسابقة مع الزمن فيما تبقى من الفترة الرئاسية لادارة جو بايدن. فقد كانت وعود ترامب بانهاء هذه الحرب متكررة وتشكل واحدا من اهم اجندات برنامجه الانتخابي. ومن الواضح انه لابد من نهاية ما في هذه المعركة. اما ان ينتهي الوجود العسكري لحزب الله جنوب الليطاني. او ان ينتهي الوجود الاسرائيلي هناك. او ينتهي امل السلام في المنطقة بسبب استمرار التنازع على السيطرة على هذه القطعة من الارض بتعنت اسرائيلي من جهة. وبالاسرار الايراني على بقاء حليفها اللبناني قويا متحكما بالقرار اللبناني كله. ومشكلا قوة عسكرية تهدد امن اسرائيل باستمرار. وبذلك تستمر ايران بادارة حربها مع اسرائيل خارج اراضيها وبغير جنودها ومن غير تحمل تابعاتها بالصورة التي تدينها رسميا وفق القرارات الدولية.